أول شيء يجب أن نعرفه هو التصريب في زمن المضارع أول شيء يجب أن نعرفه هو التصريب في زمن المضارع بعض التعبيرات الخاصة في تصريب فيرب أتغى أو بتستخدم مع فيرب أتغى التعبيرات مهمة جدا على سبيل المثال جسوي زالجغيان جسوي زالجغيان أنا جزائري لاميزون إبال البيت جميل يكون طبعا جميل إليتون فاغم إليتون فاغم هو في حالة جيدة ده تعبير اسمه أتغى أنفاغم بمعنى يكون في حالة جيدة سواصاج كن هادئا طبعا ده فيرب أتغى متصرف في زمن أمبراطيف زمن الأمر ممكن أن نشرحه بعد كده إن شاء الله سواصاج كن هادئا وصاج بمعنى هادئ أو عاقل بس هنا سواصاج كن هادئا إليمتسان هو طبيب يكون طبيب إليتو كيغ هو يكون في القاهرة طبعا كلمة كيغ تاخد حرف جر أو لأنها تعتبر فيل مسكولان مدينة مفرد مذكر نو سوم زوني بير نو سوم زوني بير نحن في فصل أشتاء نو سوم زوني بير كمان مر جسو الغريان لامزون إبال إليتون فرم إتر ان فرم سواصاج إليمتسان إليتو كير نو سوم زوني بير ممكن بيستخدم كتعبير أو كفاعل غير شخصي يعني فاعل غير شخصي يعني يعني ما بتصرفش إلا مع الضمير إل في المفرد وخصوصا لما بنتكلم عن التوقيت أو الساعة كلغة إل هنا الضمير إل عوضنا على الساعة بكلمة إل وصرفنا معه برب أتغ كلغة إل إلي دو زير سنك إلي دو زير سنك الساعة العاشرة وخمس دقائق إلي دو زير سنك يبا لما بنتكلم عن الساعة بنستخدم إلي إل سي غيبون داليش زين متسان إل سي غيبون داليش زين متسان ده تعبير إل سي غيبون بمعنى يستحسن داليش زين متسان الذهاب إلى الطبيب كلمة أتغ تستخدم كاسم وليس كفرب في بعض الحالات أناتغ أناتغ بمعنى الإنسان أو الكائن البشري نو مسكولان اسمه مفرد مذكر لاتغي ما لاتغي ما بمعنى الكائن البشري أو الإنسان لزاتغي فيفون لزاتغي فيفون الكائنات الحية دي أهم تعبيرات فيرب أتغ المشهورة لا تنسوا زيارة تعلم اللغة الفرنسية مجانا فرنش الفين ترجمة نانسي قنقر